اشتركوا في القناة ودي مسألة بغيضة لا يجب السكوت عليها أخلاقيا لصالح كل القيم الإنسانية لأن لو جمهور الأهل بيتنمر بهذا الشكل لا يجب أن نوافقه أبدا على هذا أبدا ولو جمهور الأهل بيتهم باطلا بمثل هذا السلوك غير الإنساني أيضا لا يجب أن نسكت أبدا سيد برئيم اللي يجنينك أن الموضوع معكوسة تماما وفي كل مرة نقول لهم ادوا لنا دليل عشان إحنا كمان نقف معكم ونقول لكم ده مرفوض محدش يتكلم أولا التنمر هذا لفظة حديث لكلمة الإساءة اللي تحولت إلى التحرش ثم التنمر انت عارف المعجم نمرة نمرة يعني تقلد بالنمر الغاضب الهائج بسلوكه بيض يتربص النمر فالتنمر لما تيجي تشوف تاريخ الإساءات تجد أن المضار الأول من تاريخ الإساءات هو النادي الإحلي وأن في كل مرة صدر عن حد من جماهيره وحد من عناصر منتمية إليه تصدى الأهلي بمنتهى القوة لهذا الأمر وقلنا مين اللي تشاطبه ومين عشان أساءل زمالك اللي كان بيرض إساءة بقى كان بتسبب سباب لا يتقوه أحد يعني في قاعة النادي الآلي في صالة النادي الآلي كابتن أيمان روشدي ولما اتقاله أفضل لعب كرة طيرة في أفريقيا وقتها النادي الآلي بيشتوبه عشان رد على جمهور الشتين مش توقف بقى شاطب مش الناس اللي عملت ضافع عن السلوك وتفخر به ده يا رجل ده فيه صور بيعلموا النشئين يشوروا على الجازمة للجماهير نشئين اتنين شباب صغير عيال صغيرين تخيل ده حيطلع ضحية إيه فكرة إيه ده مين مسألوا اللي أعلم هذا الأمر يقولك التنمر طب دول حد تنمر بهم لأنت بتدربهم عشان ياخدوا هذا الطريق فهو مين اللي أسيق ده يا رجل أنت بتسيق لرمز من الرموز اللي أجمعت كل الجماهير وكل القيادات وكل الإعلام وكل المنتمين إلى المجار الرياضي والكروي على احترامه وكان كل حد يقولك يا ريت عندنا واحد زيه الكابتن صالح سليم وبدأ الإساءة ليه من شخص مسؤول في نادي الزمالك ثم إلى جماهير ثم إلى بعض اللاعبين وبعض اللي خلاه بسك عليه على شخص مش موجود العالم الرياضي كله كان يحترمه كابتن صالح سليم فلما ييجي يتسب بسبب جماعي في صالة مغطال لنادي الزمالك في يوم الماتش البسكت ويتكرر هذا الأمر في ترحيب ورقص من إمام عشور وقابليه مباركة ورقص وتفاعل من كابتن مش جبالة مع الجماليين وقعت إمام عشور أكتر حاجة دايئة كيه إنك تبص تلاقي هما في الأول استنكروا بعد كده انقلبت ليدفاع بتدفع عن إيه يقولك قصة دي صور من كاميرات محطوطة في النادي الآهلي الله النادي الآهلي هيحط كاميرات داخل الحمامات ده إيه ده انتم متخلين إن دي غرف خلع ملابس الناشئين إزاي حد متصور يا حبيبي دي ناس النادي ممكن يحط كاميرات فيه يا أستاذ إبراهيم دي ناس جايب ناشيد وبيتغنيه آه طيب وإن بتاعي لماذا متعب الموسيقى قبل كده ده اللي أنا عايز أقوله بقى آه إذا كنت بقى بتقول على التنامر آه ما لإنه حصل أنا قلتلك على الراحل آه دسلكه على طرف كابتن إعماد متعب كابتن محمود الخطيب دسلكه على طرف كابتن محمود الخطيب آه دسلكه على طرف كلها نمازج راقية طبعا راقية لم تنساقي لهذا الأمر معاكم في أي لحظة والسباب وبعدين هو التنامر والا التصرفات العنصرية لما تيجي على كابتن حسين الشاحات وما تعرض له وأسرته أسرته واسمه آه واسمه ومؤمن زكريا وكابتن مؤمن زكريا ربنا شفيك أنت بيقولوا إيه الأمثلة عشرات الأمثلة يا ذو مهور الزمالك والله العظيم بيقولوا لكم عاجات لو فكرتوا فيها خدوا الكلام ده وحققوا فيه إنما هو إنما هو طب بيخطبوا مين بيخطبوا الجماهير طيب اللي بيشحنوها عشان ياخدوا مفقتهم عشان تيجي تتهم حد من الجماهير بالتنمر إيه الهدف إحنا ليه بنقول لكم التقات الخامسة لأنها دي جريمة جريمة أخلاقية فادحة كمان أول حاجة فيها بيضرب لك في وقت رحساس جداً بهدف التمييز فتطلع أنت عند زاوي بشرة الماء إن أنت نادي عندك تمييز عنصري ده مش بس تمييز يروح مميز عليك بتمييزة إنه ده ما حصلش يقولك لا حصل يا عم جبتي ده منين لا حصل ورينا طب ورينا لا ما حصل فيعمل تمييز ويعمل تمييز ويدلس على الحقيقة الحقيقة لكل الناس شاهد عليها فيه تدليس عليها مش عشان كده بس علشان أي كلمة قالت من الجمهور يحصل نوع من التلبيس للحقيقة حدا ما حصلتش يا سيد فراهيم بس خلينا الأول خلينا عشان أنت بتقول كلام مهم جدا الناس تفهم هو ليه بيتعمل كده لأن أصبح الملجأ الوحيد دلوقتي مغازلة الجمهور حتى لو بالكذب والإفتراء فيدبسك في مشكلة كبيرة أنت دلوقتي مش قادر تجاري في جانب معين فتقول له أصله دول بيعملوا كذا فتخيل أنت لما قيمت نجومك تبقى في نهاية بتسيق للنادي الأهل فدي تعجب حاجات تعجب جماهير تانية لأن أصلي يستاهل لأن الجمهور والأهل بيعمل كده ما بيحصلش وإذا حصل كده الأهل بيتصدى طيب أفهم أنه الناس ممكن تحاول تدبسك في قضية كبيرة زي كده تحاول تسئلك الغريب أنه ردات الفعل الإعلامي بقى والصحفي ألاقي ناس كتيرة مشت في الطبور وراء الناس اللي بتتكلم ومحدش سأل نفسه هي في مشكلة بجد ولا لا هو حصل نوع من التنمر ولا لا لو حصل أنا أقولت لكم في الجداية أكثر الناس رفضا لده تفشيرك وأكثر الناس مكافحة ومناهضة لأي سلوك في تنمر تفسيرك إيه لما حاجة تتعمل وناس من أصحاب الرأي والرؤية يدعموا هذا التوجه على الهواء دون تدقيق على الهواء تفسيرك إيه على هواهم إن فيه اتفاق هذا أمر متفق عليه أنا هقول وإنت تدعم تدعم فتبقى الموضوع ده عند بعض الشباب الصغير بقى حقيقة وبقى حقيقة ويستاهلوا بقى الأهل يستاهل طيب طب أنت لما جيت آخر ماتش اللي هو بتاع الإشارة على الحزاء أولا أنا روحت سألت فقالوا لي الجمهور كان 25 من نادي الأهلي والصحفيين وبعد المسؤولين في الاستداد وبعد الحاجات دي برضو بيدخلوا ناس جم في المكان ده ما كانش ده ما كان جمهور ما كانش ده 25 من نادي الأهلي واخد بالك وجمهور ولم يصدر من الجزء ده أي شيء وعلى فكرة ولم يصدر من الجزء ده أي شيء هجيب لك أنا شهادة أقوى كمان فلاقي على سبيل المثال في بعض المقالات من كتاب واحد زي الأستاذ محمد السيد صالح كاتب كبير في المصر اليوم الرجل بيتكلم عن قسم عادلة وبيانات كورونا وشيكبالة والتنمر والرجل في رفضه لهذه الظاهرة بيقول وقاعة هتفات العنصرية ضد الشيكبالة ومن قبل خطاب الكراهية الذي يتعرض له حسين الشحات على مواقع التواصل الاجتماعي يكشفان مدى الخلل في لوائح الرياضة المصرية بتفع معه لو في وقاع بجد تواجه لأحية بجد لو في وقاع بجد يعني حسين الشحات يتعرض لإساءات بغيضة جدا وكريهة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي موجودة موجودة النص موجود وبيختم في الآخر كمان الأستاذ محمد سيد صالح بقول لقنوات الإعلام الرياضي في مصر تشارك بشكل أو بشكل غير مباشر في المهزلة لضعف اللوائح بالتحاد الكرة مع ميول عدد من الزملاء حسب الأهواء والمصالح والبحث عن مبررات أو اللوم على تاني واللوم يجي عن نادي الأهلي فيرد كمان جمال الزهري في أخبار اليوم أشفق تماما على شيكبالا نجم الزمالك اللاعب دائما يتعرض لهتفات خارجة في مباريات القمة وأحيانا تطوله ألفاظ عنصرية بحتة لكنه بيقول إن أنا ده كلام أسامة أبو زيد بالمناسبة بيقول إن أنا أشفق على شيكبالا نجم الزمالك اللاعب دائما يتعرض لهتفات خارجة يعني ده كلام الأستاذ جمال ولا أسامة أبو زيد من سبب تواجد هذه الجماهير في القمة الراجل شاف خدوا بالكو أسامة أبو زيد رئيس لجنة ضبط الأداء الإعلامي جمال الزهري في أخبار اليوم بيرفض إدخال الأهل طرفا وبيقول لا يختلف واحد فقط على مدى وحشية المتنمرين على شيكبالا لكن ليس شيكا وحده بل على أي إنسان آخر وبيقول جمال الزهري أرفض محاولات المسلمية تأمين البعض لإدخال الأهل طرفا مع أن التنمر يمارسه الجميع للأسف ويقومون بتسخينه وكأنهم يردون جنازة ليشبعوا فيها لطمن يمارسه الجميع فكذلك لما كان مرتضى منصور يعمل مدخلات ويمارس التنمر بحق كل لا ده مش التنمر ده السباب والشتيم وخلق ده وخلق ده وده وشكل ده من الزمالك ومن الآهل ومن كل حت محدش كان بيتكلم محدش كان بيغضب محدش كان بيرفض هذا التنمر ولا كان حاجة بيقول إن ده تنمر حتى كان هؤلاء يكتفقون بهذا الرؤوس ولا كنا بنشوف لغضبة في الإعلام ولا في الصحافة ولا حد واخد داله من هذه الجريمة الإنسانية اللي بترتكب فحق كل الناس ده كان جهار النهار أنا جماعة الناس دلوقتي غدت الضمير الإنساني نشطت جدا وبقت الناس بترفض أنا معاكم بس كنت فين؟ أنا عايزة أسأل سؤال هو لما يتقال هذا الكلام مش فيه ضبط الأداة الإعلامي أه طبعا بيين ده بحق طبعا حق إذا كان ده صحيح خد قرارك إذا كان مش صحيح طلع بياني نعشقوا بهذا برافع ليك طب ده صحيح أو مش صحيح التحاد الكرة ده بيعمل إيه التحاد الكرة بيوفد في كل مباراة مراقب هذا المراقب موجود بيكتب الشاردة والواردة وبناء عليه بيتم اتخاذ عقوبات هل مراقب مباراة القمة اللي حصلت فيها هذه الواقعة اللي تشاور الجمهور الأهلي فيها على الحزاء هل جمهور الأهلي مرس هذا التنمر هل جمهور الأهلي استحق هذا الرفض مش رأينا مش هنقول رأينا ولا هقول لكم رأي الزمنة الصحفيين اللي كانوا حاضرين لا روح للشخص المسؤول روح للشخص اللي اتحاد الكرة عينه مراقب لهذه المباراة كمسؤول عن سلوكيات الملعب إيه الدكتور ياسر عبد العظيم مراقب مباراة القمة مداخلة صوتية مهمة جدا وشهادته اللي بدايتها جملة مهمة جدا نسمعها أقسم بالله العظيم وحق من استفى عمر إدني شهيد لم يحدث غير أصاب عادية تخر عن طار الأدب فقط ليس فيها عنصرية على الإطلاق بالضبط وستاء خروجه لم يتجاوز ضده أحد بل بالعكس كان في بعض عنصار الزمالي بيشدعوه هو نظر إلى أين يجلس بعض مداثر النادي الأهلي وأشار إلى حذائه ثلاث مرات على مقربة مني كان بيجين زيبا متر ونصة ومترين وبعدين بعد ما شعور على حذائه حتى حد كان بيقولي يعني ده ده دهين نحن ده بيقصدنا يعني وحدش هتم بلفظة بصوت عالي واحد يعني مش عايزة أقول لا يعني الفضع ده اللي بتحصل في كل ملاعب الكورة يعني ولم يخطب الموضوع عم هزل في القرقبة دنيا وده بعد راح على جهاز بتاعه قبل أحضانه بالبوث وده حقوم يعني ومحض أبقل وبأكد عليها وبقول لكم انت لاي فعلها هو لأمي أصدق أولاً أي سجزاز من أي حد من المناصرين اللي لاي إلا أن الذي حدث هو رد فاعل الطبيعي للسلوك والتصرف الغير أخلاقي والغير رياضي الذي قام به اللعب محمود عبد الرازي الشيء الدكتور ياسر أقسم بمن استفق ابنه شهيداً بالله لسبعان الله مفيش أغلى من كده مفيش أغلى من كده تخيل أن الدكتور ياسر يعتعرض للتنمر هو ابنه الشهيد عشان قال هذا الكلام والهجوم والتهم أنه هو بيدلس عشان دراج الميوله أهلوية مع أنه سبق وأن أدانه عناصر في النادي الأهلي طبعاً وبرضه محدش كان سمع أدينه ليه يعني والأهلي لم يتوقف ولم عملاش مشكلة هي الفكرة كلها وخلي بالك دائماً أنت أما تبقى جمهور هذا مرفوض ويجب أن يصدر عقوبات يا سيدي يقول ما يخلش ما دخلش دي جماهير زي ما انت حد البسكت عمل في الأخ يا جماهير ايه لخمسة عشين وثلاثين وواحد واربعين وواحد وخمسين فين جماهير إذا كان في حد محدد يتقبض عليه خلاص في أي ملعب مع أي حد لكن اللعيب ده فرد وقدوة ونموذج ومرصود ويرصد تصرفه فبيبهن تصرفه فلما نقول يعني يعني طبعاً هادش فينا بيرضى أنه تشتم طبعاً بس مش كل واحد فينا حيتشتم حيعمل كده ليه؟ لأنه عارف أنه مرصود يعني أنت بتبقى أنت الناس عارفاك في الشارع واحد اخبطك واحد اجتمك في البتاع ما بتردش لأنك عارف أن الناس هتقولك فيه يا أستاذ براهيم مجرد كلمة أن الناس هتعرف عليك بتخليك أنت بتحاول أنك ما تحطش نفسك في الموقف ده هنعتبر يا سيدي أنك أنت حساس جداً وبترد لكن يبقى فيه خطأ ما هذا خطأ؟ خطأ هتقول الفعل ورد الفعل آه الفعل ورد الفعل المفروض اللي اتنين فيه حساب بس اللي كان حصل وراجب يحلف بابنه وبيحلف بالاصطفى ابنه بالاصطفى ابنه ده بيحلف بالله عز وجل طيب إذا كانت القاعدة البسيطة ضرورة التثبت والتأكد يعني يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا يعني حتى الناس اللي بتكتب قبل ما تصف جمهور وقبل ما نسكب هذا البنزين على هذه النار في اتهام بغيض كانت الناس الأولى تتأكد ده حصل ولا لا هل ده حصل ولا لا ومرأب المبرأة هو المسؤول وهل بقى بالقياس ده بالعكس مسموح بيحصل من الجمهور الأخرى ولا لا طيب يجي يتهم الأهلي في محاولة تمييز عنصري بقى مرفوض وبغيض ما حصلش النادي الأهلي محدش واخد باله النادي الأهلي أول نادي في مصر يتعاقد مع جهاز فني من أفريقيا الصمراء الجميلة يقول طموحاته وجماهيره بتتكلمه في إيه بتتكلمه في إيه إزاي عايزين تلبسه النادي الأهلي قضية زي كده عنصرية بقول لكم مستر بيتسو موسماني والجهاز المعاومة وده مش بيعكس احترام مش ده بيعكس قيمة تقديرك وإن أنت عمرك ما عندك هذا التفكير العنصري اللي الناس بتحاول تلسقه بيك هو نادي الزمالك الشقيخي الكبير مش طول عمره فيه نجوم صمراء جميلة ارتبطوا مع النادي الأهلي بأفضل علاقات الصداقة والود والمحبة هو حد نيس إبراهيم يوسف ولا إسماعيل يوسف ولا كابتن طه بصري هفكركم إن الكابتن طه بصري ولا كابتن عمر النور كابتن طه بصري نفسه عليه رحمة الله كابتن طه بصري هتشوفوا فيديو دلوقتي وهو بيشتكي من اللي حصل من الكابتن شيكابالا ضد الكابتن حسن شحاته لو كانت الناس ساعتها سمعت قيمة زي الكابتن طه بصري كان ممكن شيكابالا ده سلوكه يقوم ويكون واحد من كبار لعب العالم بجد على حسب موهبته الكبيرة لكن للأسف الناس احتضنت الخطأ وما سمعتش كلام الكابتن طه بصري الحدث اللي فرض او فرض نفسه على الساحة هو استقالة كابتن حسن شحاته هو طبعا الاستقالة هي مش مفاجئة بالنسبة لي لانه الصورة اللي احنا شفناها في مبارات المغرب الفاسق كانت طبعا كانت غريبة علينا شوية وغريبة علي الساحة الرياضية ولعب بيطلع بالشكل ده هو طبعا رد الفعل كان لازم ننتظر انه مجلس الادارة او كجهاز فني قرار صارم فانت لما تيجي عند الكابتن حسن شحاته لازم تعمل ستوب وتوقف وتعرف انت هتتنقش مع مين الكابتن طارق السؤال اللي بيتقي لازم هيسأله نفسه انا بعد ما بطل جبت كم بطولة النادي الزمالك هو ده السؤال طب انا كمدرب اللعيد ده هو انا نزل ملعب تاني هتعمل معا ازاي بالزبط ده القرار الصح بق انه ما تيجي تقول كنات زمالك يعني للمستقبل وانك انت تحط يعني اللعيبة على الخط الخط زي نقول الخط المستقيم كده ان اول حاجة يعني كإدارة بالزبط ان الاقاف من بداية يعني انت بتقر ان لابد يكون الاقاف قاسي ورادع ورادع من شيكابالا او من غيره ده كان رائق كابتن طه بصري صاحب البشرة الصمراء في كابتن شيكابالا وما هوبته زي ما انت بتقولي اللي كانت ممكن تقوده الى مناطق اخرى خالص اي طب انت مش ملاحظ حاجة استاذ ابراهيم هو كابتن طه بصري كابتن شيكابالا الان مش بيعيش اعلى درجات النجومية بالنسبة لجمهور الزمالك عمره ما جمهور الزمالك ارتبط بالكابتن شيكابالا زي الفطرة الاخيرة دي صح ولا غلط اي 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 يعني هم ابتدوا يقولوا ان ده اعظم اللعيب في الكون دلوقتي اي كان رأيهم مختلف من فطرة اه ودي حاجة قل لك احسن من محمد صلاح بالنسبة لهم هو رجل موهوب مش عايد ما نحشط موهبته عالية جدا اه انما انما تفسيرك ايه لماذا يعيش الان وهو يكبر في السن اعلى درجات التواجهق عشانان الهدفين اللي حراظهم في الاهل في الفطرة الاخيرة ولا هنك اسباب اخرى في رأيك انا في تقديري لمجرد دخوله على الخط في ازمة مع جمهور الاهل علية قيمته عند جمهور الزمالك إذن المسألة إن كدت لو أسأت الجمهور الآلي لأنه إنتاج الفني نفسه مش موجود لو أسأت الجمهور الآلي الظاهرة دي لفتة نظري لعيبة كتير جدا في الفطرة الأخرانية عملوها واخد بالك أخرهم مع معشور مش أخرهم أحدهم يعني وتشوف بقى اللعيبة المعتزلة اللي اللي من ستة شهر في الزمالك أو سنة في الزمالك وفي الناس محدش يذكرها والمزاد اللي مفتوح فيه بدأت تذكر عشان بتشتم الأهل ده على السوشيال ميديا وعلى الوسائل لو قلت جملة تعرفوا بيها مش هتلاقي إذن المسألة لاست فنية ولا تربوية ولا حد جي ناحي الدول لتحرش بيهم خالص لكن إنت بمجرد ما بيتغازل جماهيرك بما يسيء للنادي الأهلي أو جماهيره وهنا بنخش في العنصر لنا رفضه والعمال ننبي عليه المكايدة نحن في زمن المكايدة المكايدة أصبحت تجارة وأنا كنت بقولي التحفيل اللي اتقلب إلى مكايدة الناس عايشة يا جماعة مش كرة قدم والله يبرفع عليك لأن حتة المكايدة دي تفكرتني باللي كاتبه للأستاذ محمد السيد صالح على دور الإعلام من سعد لي أشار لحتة المكايدة وانتوا حتلاقوها موجودة كتير في بعض البرامج أسئلة بتطرح بهدف المكايدة ده فقرة فقرة معمولة كده وتحصل مشاهدة وتحصل متابعة يقول الجمهورين يمسكوا ببعض والناس تمسكوا ببعض فين المسئولية ده اللي احنا بنقوله يا جماعة اسأل عن الأهل ما يخص الأهل واسأل عن الزمالك ما يخص الزمالك لكن على ذكر حتة إن جمهور الأهل يتهم أصو جمهور الأهل قال وحدوه وقال ما معناها إنه شيكبالة مات في الملاعب أو مات كرويا شيكبالة موهبة كبيرة شيكبالة الإنسان الموهوب يعني بص أستاذ إبراهيم لكن سلوكه كان محتاج اللي قالها كان يقصد المكايدة خلاص عارف مين اللي قالها ما هو طبعا مش الأهل ما هو أول من قال هذا الكلام نصا وحرفا في العنوان واحد زمالكاوي زميل صديق عزيز الأستاذ عمر الأيوبي عمر الأيوبي أحد مسؤولي قناة الزمالك في التشكيل اللي فات كتب الكلام ده في اليوم السابع في سبتمبر 2015 من ست سنين العنوان الصريح لعمر الأيوبي وقتها عمر الأيوبي يكتب البقاء لله شيكبالة مات كروية إيه رأيك ده كان سنة كم بقى ده 2015 سبتمبر 2015 يعني من سبع سنين أو ست سنين من ست سنين فتيجي أنت تتهم أن جمهور الأهل قال يا جمهور الزمالك الشقيخ الكبير جمهور الأهل ما له هل ده يعقل ونفضل نتهم الجماهير ونفضل نغزي وهو ده مشاكل الجماهير مع بعضيها الأستاذ العمر الأيوبي قالها وانطلق تباتئ فيه آه بعد أربع سنين ما حدش تنبه له وقته أي طلعت طلعت إمتى لما حصل الاحتكاك بين الندم اللاعب الموهوب شيكبالة وجماهير الزمالك جماهير الزمالك فبدأوا يمسكوا البعض فبدأوا يطلعوا الكلام ده فتلبسها الجمهور الزمالك ما هو لبسوها لأنه هو الهالو هو طالع كان بيقولهالو بيدايقه بس هو بقى ما كانش يتدايق طول ما انت بتتدايق يعني أنا لو واحد قال إيه الراجل الكبير فلان فلان وتقالتلك ما هو مش قال علايا كبير في السن ده مش عارف إيه ولواحد قال إيه يا عم إنت سنك إيه اللي يغزني في كده ما أنا كبير في السن وفي القيمة يصرف إنا لا لو في القيمة إنت تقول كده كترخيرك اللي بيقولهالي بقى عشان يكيدني وإنت لسه أنت مش عارف إيه خلاص تكيدني حتى لو اتدايقتي مش هزهر لك إنك أنا متدايق عشان ما تستخدمهاش ضدي صحيح ما تستخدمهاش ضدي صحيح فأنا عايز أقول لما تكون إنت راجل معروف في مسئولية لهذه الشهرة بالضبط بالضبط غير الجمهور اللي يجب اللي يعمل كده برضو يتقلوا عيب أو يحاسب إذا كان الخطأ إلى درجة عارف أنا عارف أنا معك نهاية الكلام ده إيه يا جماعة اللي دخلوا الأستاذ 25 واحد من الأهل و25 واحد من الزمالك لو عايزين تحلوا بقى من الآخر أسماءهم موجودة كل نادي بيقدم كاشف فيه 25 واحد زي جزء من الإعلام جزء من المسئولين يعودوا الوحدين بقى دول يجب أنه يعودوا الوحدين عاسبني كأهلي على الـ 25 واحد اللي دخلوا لو صدر منهم حاجة اوقف الكاشف ده بالكامل دول مخشوش 13 وقت لما يجيلك كاشف فيه لا اوقف في المسيق ما فيش حاجة اسمه بالكامل يا سيد إبراهيم اوقف في المسيق لا حتى لو أنت مش هتقدر تحدد الشخص أنت عنده 25 واحد الزيقة تعوم على 25 يا سيد إبراهيم ده صوره واحد أتاريه كان بيتكلم زميله بالتحري والتحقيق كان منفعل بيكلم واحد زميله بيرده على بعض في الماتش فإحنا هنا وإحنا بنختام جزئية التنمر ديت وإحنا بنرفض هذا السلوك البغيط بنقول لو صدر يحاسب فاعله على فكرة لما تعاقب النادي الغالب 50 ألف جنيه يعني الشخص الواحد من 25 ألف ألفين جنيه في 25 دخلين مجانا في النادي عمل إيه طيب عشان يدفع هذه الغرامة المراقب المباراة نفسه قال لك ما حصلتش فالناس مشت وراء كلام طب أنت وصلتيني لحاجة دلوقتي طب لو حصلت وعرفنا نحدد الشخص ما هو سهلة أنك تحدد الشخص خلاص يتاءل قضائيا مش بس القضائيا ندفع هو الـ 50 ألف جنيه طبعا طبعا يعقب إداريا وخضائيا ما انتعرفته زي بالزبط الموبايل اللي ترمع على كابتر ريدل بلتاجي من عدو مجلس إدارة وقتها وخلوها طوبة وقال لك طوبة ما كان كان موبايل وقول لك جون حسن شحات وعشان يتعادل ماتش النهاية يعني مش عارفين مين لا عارفين نهايته التنمر كسلوك مرفوض سلوك بغيض يجب أن يكافح ويجب أن الكل يتضامن ضده ده لا خلاف عليه بس يكون حصل بس يكون حصل ولما يحصل عاقب الفعل نحدد الشخص المسؤول وعاقبه وفي نفس الوقت طب أنا أقول لك حاجة اللاعب يكون على هذا القدر من المسؤولية أقول لك حاجة تحد الكرم يكون لك أنا مالي أو يجعل دماغي لي طب خلاص حط العقوب على النادي إذا لم يتوصل إلى الشخص أنت مسؤول عن فعل ده إنت بقى عايزت حاسب الشخص ده حاسبه بالزبط وأنا عندي الأسماء شوف إحنا بنقول لكم على مسؤولية الآله إن كان قد وقع هذا السنوع بس لما يكون ما حصلش ومرأب المباراة ما يصحش الإعلام يقول حصل ده مش بس كده ده اللي جاي واحد حصلت منه وتشافت صوته صورة ولسه الناس بتكابر